زواج يعقوب من ليأ ورحيل قصة زواج يعقوب والراجل اللي هو حما سيدنا يعقوب يعني قصة مخزية الله المستعان حما كان بيضحك عليه هي قصة شبيهة بقصة سيدنا موسى سيدنا موسى قصته ايه انه سقى للبنتين فبعدين ايه ابوا البنتين جوزوا واحدة والمهر كان ان انت تشتغل عندي فنفس القصة حما يعقوب قال له نهجوزك واحدة وسيدنا يعقوب اتفق معاه على واحدة فلانية وبعدين يعطيك انطباع ان هما كانوا منتقبات مش هفهمش قبل كده بس هو عرف انها كانت حسنت المنظرة او ايا كان لما جيه بقى يتجوز فعلا حما ضحك عليه وجوزوا واحدة تانية والتانية دي كانت وحشة وكانت نظرها ضعيف في الكتاب بيقول كده ومع ذلك كان سيدنا يعقوب معرفش القصة دي غير بعد ما دخل بها رح كلم حمان تضحكت علي وجوزتني واحدة انت مش دريان بان لي بيحصل زي برضو قصة يهوذة مع اه كانتو سامار تقريبا والزنى بها زنى محارم يعني يهوذة زنى بزوجة ابنه ومعرفش يعني زنى بها وفعل الفحشة كان بيزني معها وهي منتقبة الله مستعان وبعدين ما معرفش هي مين جير بعد كده تفاصيل عجيبة منسوبة للانبياء في الكتاب اللي مفروض انه عند النصارى مقدس